فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار إلى سنة التربذية كتاب اللباس باب ما جاء في النهي عن اجتمال الصماء والاحتماء في الثوب الوحد قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد المغلاني قال حدثنا ياقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني قال حدثنا صالح بن أبي صالح طبعا لدي سلسلة مشهورة على مراهة رضي الله عنه وارضاء سيد سبع مصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بسوين ليس على فرج منه شيء نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل أولا الصماء لها تفسيرا تفسير عند أهل اللغة وتفسير عند أهل الفقه تفسير أهل اللغة قالوا الصماء هي التي لا منفذ لها يبقى سمحني كده شايف الشوال عندما يخرق في الوسط ويدخل من الرأس هكذا ما المنفذ له من اليد والرجل ولا منفذ له قالوا هادي اجتمال الصماء فهو أصلا اجتمال الصماء لأنه لا يستطيع يعني لو جاءت عقرب وهو يصلي ما استطيع أن ينفع يديه من أجل التكبير فقالوا هادي تعرقله عن مهاجمات الصلاة وأيضا نقاذ نفسه أهل اللغة قالوا اجتمال الصماء أنه يأخذ الثوب ويجعله رداء لكن يجعل شطره على كتفه هكذا فيرفع فإذا ركع حصل إيه بدت عورته فيكون هذا محرم لانكشاف العورة وفي الحالتين في التفسير العورة والتفسير الثاني لا مخالفة لأن الفئولة فيها مخالفة بتعطيل المستحبات وممكن أصلا تعطيل الأركاب والثاني فيه اختلال شرط من شروط السرط هذا اجتمال الصماء والذك نهل السلام بنوعيه فهو مانع عنه بنوعيه والثاني هو الاحتباء وهذا الاحتباء هو أنه يجلس ينصب رجليها كذا ويجعل الفخذ على البط فهي ممكن يضم لو ما كانش على الفرج من شيء يكون تظهر تظهر عور لذلك نهل السلام من ذلك في هذا الباب قال يعزبان ومعزبان الكثير في كثير بل هو كثير ثم بيّن أن الآخر كان لا يستتر الولاي استنزل في الولاي الثاني قال لا يستتر منيش من بولي فهنا تنكشف العورة أن يستلق المرض معناه مدخل عليه واجده ويش مستلقيا لكنه كان وضع إيه الرجل على الرجل ووضع رجل على الرجل ووضع رجل على الرجل معناها أنه لا يظهر ما تحته فإن كان الأمر من أجل العلة الأصل في ذلك إذا انتهت العلة انتهت انتهت الحكم ففي قول نهر رسول الله سلام عن بستيني وعن بيعتيني الصماء أن يجعل ثوبة على عدقية فأبدو أحد شقيه نعم والاحتباء كما قلنا أن يجلس هذه الجلسة التي تظهر العورة قوله في الباب عن علي وعن ابن عمر وعائشة وابا سعيد ودابر حيث عائشة خرجه ابن مادة وحيث ابن سعيد خضيره أخرجه الجماعة البخاري والمسلم والنسائي إلا التلمسيين وحيث جابر أخرجه مسلم والدود والنسائي وهذا الحديث أخرجه البخاري إنه ونهى عن مبستتين ونهى عن باعتين نقف عند هذا الفواد المستمطة لاصف النهي التحريم العمل بسد الزراع فين بقى العمل بسد الزراع؟ فين الفائدة يا جيخ؟ فائدة ثلاثة أنا بفكر فيها 파ية مهمة دائمة انا اشترع قدتها بحفظ الأبدان يعني كلهم على الشريعة هو نشتوى للصماء وعقدة وغيرا وغيرا ممتاز وأنا بفكر في فائدة أخرى أهم وهو أن الحديث جاء من الرواية الأخرى نهى عن لبستين وعن باعتين فهنا الارتباط بين العبادات وبين المعاملات في هذا الباب فيهنا الأصل في النهي التحريم سواء كان في العبادات أو في المعاملات أما الحنفية لهم خلاف في ذلك خلاف الجمهور هذه الفائدة السلسة وتلك عقيدة السلفي النقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا